اشتركوا في القناة اذن في تلاوته بأن الأصوات وأوسع اللغات ونصلي ونسلم على الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي وعلى آله وتبعه من سري وملي وبعد فقد وصلنا في الحصة السابقة إلى قول الإمام الشاطبي ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواوي فيصلا وقد شرحنا ذلك وذكرنا مثالا لذلك وهو قول الإمام الشاطبي ومالك يوم الدين راويه ناصر فقلنا بأنه قد أورد الخلف القرائي أو الحرف المختلف فيه وهو كلمة مالك بين إثبات الألف وحذف الألف بين الميم واللام فقال بعد ذلك وقيدها بحرف الفاتحة بموضع الفاتحة فقال ومالك يوم الدين ومالك يوم الدين هنا في الفاتحة بإثبات الألف بين الميم واللام راويه ناصر راويه ناصر فدل بالكلمتين راويه وناصر على الكساء وعاصم على الكساء وعاصم وأخذنا هذا من أين؟ كيف عرفنا هذا؟ أخذناه من الحرف الأول من الكلمة هذا شرط الإمام الشاطبي في رموزه دائما يأتي بالكلمة بكلمة ذات معنى لطيف ذات معنى لطيف وفي السياق المراد فيجعل الحرف الأول منها رمزا إذن فراء الحرف الأول من كلمة راويه وهي رمز للإمام الكسائي والنون حرف أول من كلمة ناصر وهو رمز لعاصم إذن فعندنا مالك يوم الدين راويه ناصر ثم قال وعنده الغرض عندنا في الواو وفي حلول الواو ماذا قال قبل؟ أسمي رجاله متى تنقضي متى تنقضي أي متى ينقضي خلف القراءة متى ينقضي الحكم على القراءة بماذا؟ بتقييدها أو بلفظها وبالمرموز إليهم بالمنسوبة إليهم من القراء آتيك بماذا؟ بالواو بالواو ذلك الواو لم يستعمله الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في الرموز وإنما تركه للفصل وهو يكون للعطف يكون للعطف فإذا جعله رمزا فقد فقد يشكل ذلك فقد يشكل ذلك وإذا كان للعطف هو ليس للترتيب فحيثما وضعه فحيثما استعمله لا إشكال في ذلك لا يكون في ذلك إشكال جميل إذن إذا جاء بالخلف يقيده أو ينطق به كما هو ثم يدلل عليه بالرموز التي برموز القراء المنسوب إليهم الخلاف يأتي بعد ذلك بالواو فاصلة ليفصل بين التراجم أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصل عرفنا وعقلنا هذا حصل العلم به جيد قال بعد ذلك سوى أحرف لا ريبة في اتصالها سوى أحرف لا ريبة في اتصالها أخرجنا بهذا القيد عن الإطلاق الأول عن الإطلاق الأول احترز لنا بأنه قد لا يأتي بالواو الفاصلة قال سوى أحرف لا ريبة في اتصالها اتصال التراجم قد يوقع القارئة في الخلط وفي اللبس فيما بينها فلا يدري ما الذي يقدمه ما الذي يؤخره لكن قال إذا أمن اللبس وارتفع الإشكال وليست هناك ريبة فإن التراجم تتصر ببعضها بدون بدون ماذا بدون فاصل بدون واو كما في قوله مثلا وبالغيب عما يعملون هنا دنا وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا ما الذي بعدها مثلا خطيئته التوحيد عن غير نافعين خطيئته التوحيد نعم أتابخ خلف خطيئة ولم يسبقها بماذا بواو لم يفصل بين الترجمة الأولى والترجمة الثانية بالواو الترجمة الأولى ما الذي فيها غيب يعملون غيب يعملون والغيب ضده ماذا الحضور أو أو الخطاب أو الخطاب أليس كذلك الخطاب قال وغيب عما يعملون هنا أو بالغيب عما يعملون هنا دانا وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا هذا الذي نريد خطيئته فلما عرفنا بأن الحديث عن الغيب والخطاب وسمعنا خطيئته وعرفنا بأن خطيئته ليس فيها غيب ولا خطاب إذن فلا تلتبس أليس كذلك عرفنا بأنها لن تلتبس علينا ليس هناك غيب ولا خطاب الترجمة الأولى كانت تدور بين الغيب والخطاب والترجمة الأولى بين ماذا بين الجمع والتوحيد أو الإفراد خطيئته التوحيد عن غير نافعين إذن قال سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا هذا ذكرناه ذكرناه من قبل هذه الأشياء كلها ترى ذكرناها مفصلة إنما نمر عليها الآن فقط للاستئناس لا لاستدلال إذا أتى باللفظ القرآن كما هو فإنه يستغني به عن ماذا عن قيده كقوله مثلا وحمزة أسرى في أسرى وحمزة أسرى في أسرى القراء يقرؤون ماذا أسرى وحمزة يقرأ ماذا أسرى فلافظ بها كما هي يعني باللفظ لم يقل لا بلفظ أسرى أو أسرى ثابتة الألف بين السين وراء أو يقرأ حمزة بحذف الألف بين السين وراء وإنما ذكرها بلفظها قال وباللفظ أستغني عن القيد لم يقيدها لأنه ذكرها كما هي أليس كذلك وباللفظ أستغني عن القيد إنجلا إذا إذا وضح ثم بعد ذلك يقول ماذا وربما كان وربما كان كرر الحرف قبلها أو كرر الحرف قبلها وكرر الحرف قبلها يعني الناظم الحرف هنا ما المراد به الحرف الأول ما هو للخلف والحرف هنا وربما كان كرر الحرف قبلها أي حرف من حرف الرمزي الحرف الذي جعله للرمزي الحرف الذي جعله للرمزي وربما كان كرر الحرف قبلها الضمير فيه قبلها يعود على من على الواو على الواو التي هي فاصل إذن وربما كان كرر الحرف المرموز به أو الذي جعله رمزا مقتضبا في أول الكلمة التي يوردها للرمز ربما كان يكرر هذا قبلها لمعارض لحادث لموجب إما لإتمام معنى وتحسين لفظ مستحسن إلى آخره قد يكرر هذا هذا الحرف الذي هو رمز للقارئ قبل ماذا قبل هذه الواو أو لا يذكر الواو أصلا كقوله مثلا حلن حلا حلن حلا أو علن على مثلا ما الذي فعله كرر حرف الرمز مرتين فأين الرمز هنا الحاء والحاء الثانية الحاء الثانية الإشكال يقع حينما يكون مع الرمز الكلمي وسيأتينا مع الرمز الكلمي حينما يجتمع رمز الحرفي مع الرمز الكلمي وسنأتي إلى بيانه بإذن الله إذن قال وربما كان كرر الحرف قبلها لمعارض والأمر ليس مهولا تابع ثم قال ومنهن للكوفي ثاء مثلث لما أخذ واحدا وعشرين أو أحدا وعشرين حرفا من حروف أبي جاد وجعلها دلالات ورموزا على واحد أو أحد وعشرين من القراء برواتهم بقيت حروف بقيت حروف وتسمى بالروادف وتسمى بماذا؟ بالروادف ويجمعها قولهم في كلمتين ثخذ وغغش إذا حسبنا وقلنا أبجدهز حطي كلم نصع فضقرست بقي لنا ماذا؟ الثاء والخاء والذال والضاء والغير والشين والواو فاصل والواو فاصل إذن جعل المختارة من أبي جاد من الحروف التي ذكرنا من قبل جعلها رمزا لماذا؟ رمزا لقارئ منفرد لقارئ منفرد فهذه الرموز التي مرت معنا في أبي جاد لا يستدل بها إلا على ماذا؟ إلا على قارئ منفرد طيب والرموز التي ستأتينا الآن في الأحرف الستة الآتية التي هي الثاء والخاء والذال والضاء والغير والشين فإنما يرموز بها للاجتماع سواء اجتمع اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو ستة إذن عندنا رمزان حرفيان رمز يدخل تحت باب أبي جاد ويستدل به على قارئ واحد منفرد ورمز أيضا من أبي جاد وهو رمز حرفي أيضا ويستدل به على القراء مجتمعين على القراء مجتمعين إذن فأبو جاد الحروف التي في أبي جاد قسمها إلى قسمين منها ما يرمز به لقارئ واحد ومنها ما يرمز به للقراء مجتمعين وقد مر معنا ما رمز به لقارئ منفرد والآن بصدد ذكر القراء مجتمعين فبدأ فقال رحمة الله عليه ومنهن منهن يعني من حرف أبي جاد ومنهن للكوفي ثاء مثلة الكوفي وإن أفرده فهو جنس على الذين ينتسبون إلى الكوفة فمن هم الكوفيون من القراء ثلاثة عاصم وحمزة والكساء إذن قال ومنهن للكوفي أي للكوفيين الثلاثة الذين هم عاصم وحمزة والكساء ماذا لهم حرف الثاء وقيده بالتثليل حتى لا يرد علينا أو لا يشتبه أو لا يشكل علينا أو لا يلتبس علينا بالتاء التي ليست بمثلثة التي هي رمز لمن لدور الكساء أحسنت رضي الله عنك إذن ما الذي قاله الشاطبي ومنهن للكوفي ثاء مثلث أي جعلت الثاء المثلثة رمزا إذا وردت في أول الكلمة مقتضبة من كلمة فإنما المراد بها الدلالة على على ماذا على الكوفيين الثلاث الكوفيين الثلاث مثال ذلك مثلا مع يوسف ثواء فكلمة ثواء أتى بها للرمز ولكن أين الرمز فيها إنما يقع كما اتفقنا في أول في أول الكلمة ما الذي بعد هذا قال وستتهم بالخاء ليس بأغفلا وستتهم الضمير يعود على من الرجع إلى من ستتهم منهم القراء السبعة القراء السبعة الستة منهم دون نافع دون نافع فمنهم ابن كثير قل وأبو عمر وابن عامر وعاصم وحمزة والكساء قال وستتهم بالخاء معنى الستة من هم الستة لأنه ما زال عندنا الإضاح في البيت الذي يلي قال وستتهم بالخاء بالخاء ليس بأغفلا الحرف الأغفل هو غير المنقوط غير المنقوط وسيأتينا هذا في في الاحتجاج إن شاء الله تعالى إذن قال وستتهم بالخاء ليس بأغفلا عنيت يبين لك من الذي أراده ومن الذي يقصده ما مقصده من ذلك عنيت الأولاء الأولاء بمعنى الذين عنيت الأولاء أثبتهم بعد نافع يشرح لك الشطر الثاني من البيت الأول الذي قال فيه وستتهم بالخاء ليس بأغفلا الستة من القراء الآن اتضح ما المراد بالستة إذن قال عنيت بالستة الذين أثبتهم بعد نافع عنيت الذين ذكرتهم وأثبتهم لك أيها القاري أو يا طالب القراءات بعد الإمام نافع والذين أثبتهم بعد الإمام نافع معروفون وهم كما قلنا هم هم من نعم وأبو عمر هم وعاصر هم إذن ما الذي يريد أن يقول كيف فهمتم البيت وستتهم بالخاء أو وستة القراء الذين أثبتهم بعد نافع رمزت لهم بالخاء اتضح كيف نقول في شرح البيت الستة القراء الذين أثبتهم بعد نافع رمزت لهم بحرف الخاء إذا جاءتنا الخاء في رمز هم فإننا نستدل بها ونتيقن على أن المراد من من الستة الذين هم دون دون نافع اتفقنا ما مثال ذلك وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ ما الذي يريد أن يقول الإمام الشاطبي هم وفي الصابئين الهمز والصابئون الصابئين والصابئون على الصيغتين الهمز لمن هم إذا لمن وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ لغير نافع لا تقول لغير نافع ولكن قل للمرموز إليهم بالخاء حتى يتضح للمرموز إليهم بالخاء وهم الستة يقرؤون ماذا؟ يقرؤون الصابئين والصابئون حيثما حلت وكيفما دارت بالهمز وماذا يقرأ الإمام نافع؟ الصابون الصابون جميل إذن عرفنا كيف نستدل برمز الخاء على الستة الباقين أليس كذلك؟ وأيضا في قول الإمام الشاطبي يجبى خليط يجبى إليه ثمرات كل شيء أليس كذلك؟ قال فيه الإمام الشاطبي يجبى خليط ما الذي فهمتموه؟ يجبى خليط ما الذي يقرأه الإمام نافع؟ تجبى بتأنيث أحسنت وسيأتينا من بعد ذلك إن شاء الله في الأطزال سيأتينا في يجبى وتجبى خليط يجبى خليط فعرفنا بأن الرمز بالخاء لمن؟ لمن؟ للستة دون نافع إذن قال وَمِنْهُنَّ لِلْكُوفِيِّ أَعِدْ وَمِنْهُنَّ لِلْكُوفِيِّ ثَاءٌ مُثَلَّةٌ وَسِتَّتُهُمْ بِالْخَاءِ لَيْسَ بِأَغْفَلَا عَنَيْتُ الْأُولَى بِمَعْنَى الَّذِينَ عَنَيْتُ الْأُولَى أَثْبَتُهُمْ بَعْدَ نَافِعٍ أَتْمَمْنَا التراجم المرادة وسينتقل إلى ترجمة أخرى وإلى رمز آخر ثم قال وَكُوفٍ وَشَامٍ ذَالُهُمْ ليس مُغْفَلَةً انتقل إلى ماذا؟ قال الكوفيون كوفين قلنا جنس الكوفيين الذين هم من؟ عاصم وحمزة والكساء جنس الكوفيين وهم الكوفيون الثلاث أو الثلاثة عاصم وحمزة والكساء إذا اجتمعوا مع من؟ مع ابن عامر الشامي إذن إذا أتانا خلف اجتمع فيه أو اتفق عليه أو على أدائه على نمط معين بين الكوفيين الثلاث أو الثلاثة وابن عامر الشامي فإنه يرمز إليهم بماذا؟ بالذال المعجمة بالذال المعجمة التي أزيلت عجمتها بالنقط لأنك تقول أعجمت الحرف إذا أزلت عجمته هذه همزة الإزالة وستأتينا في الاحتجاج فلا يريد علينا هذا الآن وإنما نريد أن نبين الرموز فقط إذن إذا أتانا خلف يجتمع فيه الكوفيون الثلاث أو الثلاثة وابن عامر الشامي فإنه يرمز إليهم بالذال المعجمة نريد المثال على ذلك بالمثال يتضحوا المقال إذا أتيتم إلى فاتحة سورة البقرة في فرشها يقول ماذا الإمام الشاطبي؟ وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد وبعد إلى هنا ما الذي فهمتموه؟ هذه الكلمة التي اختلف فيها التي اختلف فيها وهي يخدعون مع يخادعون يخدعون من القراء من يقرأ يخدعون ومنهم من يقرأ يخادعون فقال هنا ماذا؟ وما يخدعون وقيدها بما؟ بما يخدعون حتى لا ترد علينا الأخرى حتى لا تدخل الأخرى لأن الأخرى لا خلافة فيها وما يخدعون التي فيها ما؟ قولوا الفتح الفتح في ماذا؟ قال من قبل ساكن أين الساكن؟ وما يخدعون الفتح أين؟ من قبل ساكن الذي هو ماذا؟ الخاء إذن الفتح في ماذا؟ في ماذا؟ فيما قبل الخاء وما يخدعون انتبه وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد يخدع الفتح من قبل الساكن إذن أين الساكن؟ الخاء جميل إذن الفتح قبله أين هو؟ في الياء تتبعوا خطى الإمام الشاطبي ولن تضل أبدا بإذن الله إذن افتح افتح الياء التي وقعت قبل الخاء الساكنة وافتح ما بعدها هل فهمتم؟ إذن السكون هو المحور والذي وقع عليه السكون من الحروف هو الخاء هل يس كذلك؟ إذن فما قبله هو الياء وما بعده هو؟ هو الدال إذن قال لنا وأمرنا بأن نفتح ما قبل الساكن الذي هو الخاء وما بعد الساكن الذي هو الخاء إذن نفتح ماذا؟ نفتح ما اكتنف الخاء من الحروف والذي اكتنف الخاء من الحروف هو الياء والدال نفتح ماذا؟ نفتح الياء الواقعة قبل الخاء الساكنة ونفتح أيضا الدال الواقعة بعد الخاء الساكنة فهناك نحصل على ماذا؟ على الخلف الذي نريد قال وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد وبعد إذن فحصل لنا ماذا؟ الفتح من قبل ساكن وبعد نقرأ ماذا؟ يخدعون كما كما لفظ به كما لفظ به وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد والغرض عندنا في ذكاء فذكاء هذه الكلمة أولها ماذا؟ أولها الذال أولها الذال والذال هذه معجمة والذال قلنا بأنه يرموز بها إلى من؟ إلى الكوفيين وابن عامر إذا اجتمع الكوفيون مع ابن عامر فإنه يرمز إليهم بالذال المعجمة ولا يأتي بالحرف منفصلاً وإنما يأتي به مركباً في كلمة سواء كان من أصل الكلمة أم زيد عليها كما في قوله بسنة فهي داخلة على كلمة سنة وإنه يرمز للإمام قالون وهنا الحرف من من ذات الكلمة التي هي ذكاء فرمز بحرف ذال المعجمة إلى أن الذين يقرؤون ماذا؟ يخدعون بخاء ساكنة اكتنفتها ياء مفتوحة ودال مفتوحة إذن فالباقون يقرؤون ماذا؟ يخادعون وسيأتينا مفصلاً بإذن الله وإلى لقاء آخر بإذن الله ترجمة نانسي قنقر